موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معاكم الأستاذ محمد المراجدة وارجعنا لكم بدروس جديدة من خلال منصة الثراء الحبيبة مدرسكم مدرس اللغة الإنجليزية لصفوف الأول ثانوي زي ما بتذكروا المرة الماضية بدأنا دورة التأسيس واتفقنا مع بعضنا البعض إنه إن شاء الله تعالى خلال هاي الدورة أو ما بعد هاي الدورة لما نركز فيها وندروسها مليح مع بعضنا ونتابع فيها أول بأول رح إن شاء الله تعالى إنه نكون أسسنا نفسنا في اللغة الإنجليزية للصف الأول ثانوي وأيضا للتوجيه بحيث إنه اللغة تكون علينا سهلة بإذن الله وزي ما تذكروا المرة الماضية إحنا بلشنا اللي هي دورة تأسيس نعمل مراجعة هيك سريعة مع بعض عشان نستذكر الإشي اللي إحنا اشتغلنا بلشنا من عند مستوى الجملة في اللغة زي ما حكينا إحنا كل كل لغة بتتكون من من حروف الحروف بتكون كلمات الكلمات بتكون جمل والجمل بتكون لغة كاملة وبدأنا إحنا من مستوى الجملة كوننا بنعرف الحروف والكلمات وحكينا إنه الجملة البسيطة في اللغة الإنجليزية it contains اللي هما subject verb and object أو compliment وحكينا السبجكت اللي هو الفاعل الverb اللي هو الفعل الobject اللي هو مفعول بها والcomplement اللي هي التكملة وحكينا أيضا إنه subject بلشنا فيه اللي هو أول أول عنصر من عناصر الجملة اللي هو subject وحكينا subject يقسمي noun وإيش كمان pronoun اللي حكي معي pronoun ممتاز يقسمي noun و pronoun ممكن إنه نبلش جملة بـ noun اللي هو اسم أو pronoun اللي هو ضمير ماشينا إحنا وبلشنا نبدأ أو ببلشنا نشرح في موضوع subject وحكينا إنه النoun يقسم إلى قسمين ممكن يكون countable وممكن يكون uncountable أوكي ممكن يكون countable وممكن يكون uncountable بالنسبة للنoun الكountable اللي هو المعدود uncountable اللي هو غير المعدود وحكينا الأسماء المعدودة ممكن نعاملها معاملة جمع ومفرد كونه إحنا بنقدر نعدها فممكن إنه نحكي ممكن إنه نحكي إيش هذا طلم it's a pen أوكي pen one pen بعده لكن لو كان في عنده اثنين مثلا شو بحكي أنا those are two pens أوكي فلما كان مفرد عملتوا معاملة لما كان واحد عملتوا معاملة مفرد واللي هو singular لما كانوا اثنين عملتوا معاملة جمع خلي بالك في اللغة الإنجليزية ما في عندي مثنى زي في اللغة العربية هذا الشيء المفروض إنه كلنا بنعرفه صح ولا لا أنا في عندي إما مفرد أو جمع أي إشي أكثر من واحد صار جمع أي إشي أكثر من واحد جمع وحكينا السingular اللي هو المفرد plural اللي هو جمع وحكينا إحنا بنقدر إحنا القاعدة العامة حتى إنا نجمع الكلمات في أو النouns in English we need to add s نضيف لهم اللي هو حرف الأس تمام زي star stars three trees وبعض الكلمات اللي هي خلاك هنا عنهم irregular pronouns اللي هم الأسماء اللي غير منتظمة على قاعدة الأس هذول هكا ممكن تتغير الكلمة ويتغير حرف في الكلمة اللي بنجمعهم زي man بتصير إيش من زي كلمة mouse بتصير mice إذا بتتذكروا وحكينا على الجهة الثانية عندنا إيش uncountable اللي هي غير المعدود وحكينا دائما الخاصية في غير المعدود دائما وأبدا بنعاملهم معاملة مفرد دائما بنعاملهم معاملة مفرد وحكينا منهم السوائل الأثاث الفلوس المعلومات equipment وبرضو حكينا المعلومات information equipment اللي هي المعدات وحكينا برضو عن اللي هي البقوليات أو الحب الأشياء الحب الصغير زي سكر اللي هو sugar rice اللي هو الرز وما إلى ذلك تمام بعدين ماشينا ماشينا في subject وشرحنا اللي هي نقطة الأهم واللي هي pronouns حكينا السبجكت ممكن يكون personal pronouns personal pronouns هي ضمائر الشخصية وضمائر الذاتية اللي بتعود على الأشخاص تمام وحكينا لما تكون في مكان السبجكت هدول هم الضمائر اللي احنا مستعملهم وقسمناهم على أساس ضمائر مفرد اللي هما singular pronouns اللي هما هي، شي أو ات وحكينا الاي لحالها استثناء في المعاملة داخل الجملة وبرضو عنا ضمائر اللي هما يو، وي وذي وحكينا هي معناها هو شي معناها هي ات لغير العاقل مستخدمها اي معناها أنا يو معناها أنت، أنتي، أنتما، أنتن، وأنتم وأيضاً عنا وي معناها نحن وذي معناها هم تمام؟ هاي حكينا لما تكون في موقع السبجكت في الجملة طيب، إذا كانت في موقع الأبجكت في الجملة، إذا ما بدي أبلش فيها أنا جملة بدي أحطها بعد الفعل، لأنه إحنا بنعرف إنه الأبجكت زي ما هكينا فوق أو إنه الأبجكت وين جاي؟ الأبجكت جاي بعد آه، هيك بيان معاكم الأبجكت هاي الأبجكت وين جاي؟ بعد الفرب أوكي، طيب إذا الضمير أنا اللي بدي أحطه هون، شو الشكل بدي يجي؟ الشكل بدي يجي الضمير اللي أنا بدي أحطه بعد الفرب بالطريقة هاي أوكي، هم، اللي هي بتصير هم، ما بقدر أحكي I like he بحكي I like him right؟ she بتصير her, it بتضل it, I بتصير me زي لما أحكي my mom loves me أمي بتحبني my mom loves me ما بكدر أحكي my mom loves I صح ولا؟ بينما إذا بدأ أبلش فيها جملة بدي أحكي أنا بحب والدتي بقول I love my mom ما بكدر أحكي me love my mom فخلوا بالكو إذا كان عندي أنا الضمير اللي بدي أستخدمه إذا أنا بدي أستخدمه في موقع subject في موقع الفاعل باستخدم اللي هو العمود الأزرق إذا كان الpronoun بدي أستخدمه في موقع المفعول به object باستخدم العمود الأخضر تمام؟ والثالث العمود الثالث من الضمائر حكينا أو الشكل الثالث من أشكال الضمائر اللي هو possessive possessive adjectives أو possessive pronouns زائد نون بيجي معاهم his, her, its, my, your, our, and their هذولا كلهم يدلوا على الملكية possessive يعني الملكية هيك حكينا المرة الماضية تمام؟ وحكينا إنه possessive هاي ممكن إنه نحطه في موقع subject وممكن إنه نحطه في موقع الobject على حسب وين هي في الجملة وعلى حسب السياق اللي إحنا بنحكي فيه وعملنا مع بعض اللي هو تمريه قرأنا إحنا الexamples اللي موجودة عندنا على اليسار على اليمين سوري على يميني أنا أوكي قرأنا الexamples اللي موجودات عندنا هون five examples وشوفنا كيف إحنا نقدر نستخدم الأسماء الأسماء ك subjects وكيف ممكن نستخدمه في موقع الobject وبعد ما قرأنا الأمثلة عوضنا مكان هاي الأسماء كلها بضمائر pronouns عوضنا مكان النouns ب pronouns عندنا في التمرين هون نكمل الآن على النوع الثاني من أنواع الضمائر النوع الثاني من أنواع الضمائر in English في ناس بسأل طب ليش إحنا بندرس الأنواع هاي اللي حندرسها الآن هي لنا هاي مش بس منهاج هي هاي دور التأسيس وأي إشي أنت رح تدرسه في دور التأسيس رح يفيدك في المنهاج سواء في الأول ثانوية أو في التوجيهي رح يفيدك على جميع الأصعدة تمام فضروري جدا أننا نعرفهم ولأنه هدول الضمائر إحنا أصلا نستخدمهم في لغتنا الطبيعية لما إحنا نحكي مع بعض سواء حكينا إنجليزي ولا حكينا عربي إحنا بنستخدمهم دائماً وأبداً حسنا؟ نحن سوف نتحدث عن demonstrative pronouns demonstrative pronouns إيش يعني demonstrative pronouns ذا اللي بيعرفها؟ demonstrative pronouns وإنت في البيت يالله إحكي معي إيش يعني demonstrative pronouns demonstrative pronouns معناها ضمائر 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 أو أسماء البندكية أنت سمي اللي هي إيش الإشارة ضمائر الإشارة ضمائر أو أسماء الإشارة في اللغة العربية إحنا كثار بس يعني أنا مش عارفهم كلهم بذكرش إن عارفهم كلهم بس اللي هي هذه وتلك وهذا في عنا هذا وهذه وهذاني و... يعني هذول هما صح ولا لا لما أنت تأشر على شغلة وتحكي عنها لما تأشر على شغلة وتحكي عنها لكن باللغة العامية حلن نحكي هذا وهذاك وهذول وهذولاك صح ولا لا؟ هذا وهذاك وهذول وهذولاك مش هيك؟ إن إنجليش ما في عنا عدد كبير من الـ demonstrative pronouns هما أربعة بس هما بس أربعة زي ما أنتوا شايفين عنا this, that, these and those this, that, these and those this, that, these and those متى بستخدم كل واحدة فيهم؟ سهلين جدا جدا سهلين ركز معايا وشوف قسمتم أنا لكم في الدوسية هون على وجهين أول وجه إنه في عندي من هذول الأربعة ثنتين بستخدمهم على أساس مفرد وثنتين بستخدمهم على أساس جمع فإذا الشيء اللي أنا قاعد بحكي عنه مفرد بستخدم إما this أو that إذا مفرد بستخدم this أو that فأنا بحكي عن هذا القلم إما بحكي له this أو بحكي له that تمام لأنه واحد إذا كان في عندي بلورو مثلا عندي قلام أوكي زي الموجودين عندي هون عندي قلام هاي ثلاث قلام ضبط المفرد هذا صار عندي إيش؟ بلورو جمع لما يكون عندي بلورو اللي هو جمع بستخدم إما these أو those وركز لي على اللفظ الله يرحم بي وبيك ركز لي على اللفظ ضروري جدا في ناس بقول لي these لا 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 مش these it's these okay these and those with the z's okay الصوت ركز على الصوت لا تتقولي these أو those لا these and those فإذا كان مفرد مرة ثاني إذا كان الشيء اللي بحكي عنه مفرد قلم واحد بحكي إما this أو that إذا كان أكثر من واحد بصف عندي صار إيش جمع بلورو فلما يكون جمع إما بحكي these أو those بيجي واحد بسألني طيب when to use these when to use those متى بستخدم these و متى بستخدم those إذا كان عندي جمع يعني هاي الإقلام متى أحكي لهم these و متى أحكي لهم those هاي كانوا جمع طيب إذا كان مفرد متى أحكي له this و متى أحكي له that سؤال منطقي هذا هو الوجه الثاني اللي إحنا قسمنا عليه demonstrative pronouns اللي هي وجه إما بيكون قريب near أو بيكون بعيد far so near معناها إيش قريب far معناها بعيد مرة ثانية نذكركم singular معناها مفرد plural معناها جمع alright؟ فإذا كان الشيء ركز معاي إذا كان الشيء اللي قاعد بحكي عنه مفرد زي ما اتفقنا قلم إما بدي أستخدم له this أو that صح؟ طيب متى أستخدم له this؟ إذا كان مفرد وماله near قريب إذا كان مفرد وقريب مني الشيء اللي أنا قاعد بحكي عنه أو الشخص اللي أنا قاعد بحكي عنه باستخدم له this زي هذا القلم اللي في إيدي هل هذا قريب عني ولا بعيد شوف المسافة بينه وبينه بيدي ما هو فبدي يكون قريب مني فبقول إيش this pen أو this pencil أوكي خلي أحكي عنه pencil لأنه واضح so this pencil قريب مني فبحكي عنه this أوكي طلع على القلم طلع على قلم الرصاص رميته وين صار بعيد عني طب لو ما صار بعيد عني شو بدي أستخدمه وبدأ أشر عليه من بعيد فبقول إيش that pencil لما رميته صار بعيد عني فبدي أحكي عنه بحكي that pencil لما كان بإيدي this لما صار بعيد عني that لأنه مفرد تمام فصفة إذا كان عندي مفرد وقريب باستخدم this وthis باللغة العامية إذا بدأ ترجمها باجل اللغة العامية إحنا بنقول له هذا صح ولا لا اللي هي باللغة الفصيحة اللي هي هذا alright تمام فلما تحكي عن شيء بلما تقول له هذا القلم هذا بدأ يكون قريب منك ما بتحكي هذا الإشي اللي بعيد صح؟ طيب إذا كان مفرد وبعيد زي لما أنا رميت القلم هناك وحكيت that pencil ذات إيش معنى that؟ ذات باللغة العامية هذاك صح ولا لا؟ لهي هذا وإيش ذلك القلم بقول ذلك القلم صح؟ لهي هذاك القلم right؟ طيب كم قلم عندي في إيدي أنا؟ اثنين مفرد ولا جمع؟ جمع طيب شو ممكن استخدم لهم؟ إما باستخدمهم these أو باستخدمهم those ممتاز لأنه جمع زي ما اتفقنا باستخدمهما these أو those طيب متى باستخدم these؟ إذا كانوا جمع وماله near قريب إذا كانوا جمع وقريب باستخدم لهم these زي لما هم بإيدي هسة شو بحكي؟ بقول these pens أو these markers أو شو مكان؟ these pens هذول في إيدي اثنين صح ولا لا؟ قريبين مني بس بحكي لهم إيش؟ these باللغة العامية هن بنحكي لهم إيش؟ هذول صح؟ هذول بنحكي لهم في اللغة العامية هذول صح ولا لا؟ هذول الإقلام؟ لما تقول هذول الإقلام معناته أقراب منك these طيب أنا لما بحطهم على الكرسي إبعاد عني ها حطيتهم على الكرسي وصاروا بعاد عني هناك ها بدي أقول هذولاك الإقلام لما أقول هذولاك لما أغزبط أقول هذول ما أغزبط أقول these بدي أقول هذولاك لما أقول هذولاك شو هي؟ those pens لأنهم بعاد عني تمام؟ those pens اللي هما هذولاك هذولاك تمام؟ أنا أتعمى تكتوم بالعامية عشان يكون اللي هو الفهم أقرب علينا يعني تمام؟ so نرجع عليهم بشكل سريع هذول هما بس هذول هما مع فكرة demonstrative pronouns مش إشي يعني كبير أو عظيم للواحد يعني يشوش عليه وما يعرف شو بده يستخدم خلي في بالك دايما وابدا أنا في عندي وجهين بدي أقيس فيه في demonstrative pronouns مفرد جمع قريب بعيد مفرد جمع قريب بعيد فإذا كان الشيء اللي أنا قاعد بحكي عنه أو الشخص اللي أنا قاعد بحكي عنه مفرد ها شوف إذا كان مفرد وقريب لوين الأسهم ودتني؟ this so this pin قريب مني إذا كان مفرد وفار بعيد السهم وداني على ذات okay زي القلم اللي على الكرسي هناك جنبي بقوله that pin okay إذا كان الشيء plural وقريب بستخدم له أو بستخدم لهم these alright these قريب وجمع these so these pins لأنهم اثنين أكثر من واحد وقراب these pins okay زي ما أنا حط هناك أنا حط كاستين ثلاثة مي تقريبا كاستين مي أو ثلاث كاسات مي واحدة منهن إلي أنا مش طماع والله واحدة منهن إلي so ثلاث كاسات مي موجودات هناك عالرف عندي شو بحكي؟ those glasses of water لأنهم بعاد عني تمام؟ فليش؟ لأنهم هما far و plural فبستخدم those بس وهي هي حكاية demonstrative pronouns طبعا demonstrative pronouns أنت بتستخدمهم بيجي وراهم اسم طبعا okay عندك تحكي this is بدك تحكي تأشر على شيء بتقول هذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا القلم؟ هذه الفتاة؟ هذا الشاب؟ فبدو يجي وراها noun تمام؟ وممكن يجي في موقع subject تبلش في جملة as in this pen is nice تمام؟ وممكن يجي في موقع object مفعول به لما تحكي I like I like this pen تمام؟ well that's it بس يا جماعة فخلوا بل كنتم مسألة اللي هي مفرد جمع قريب بعيد النوع الثالث من أنواع النوع الثالث من أنواع اللي هي الـ pronouns اللي بنحكيه اليوم نحن لازمك بس هاي نحن لازمك بس هاي نحن تمام الأمور هيك so النوع الثالث من أنواع demonstrative أو قصد اللي pronouns اللي هما relative pronouns relative pronouns relative pronouns they are really easy to understand في ناس كثير بيتعقد من منضوع relative pronouns لكن relative pronouns سهلين كثير relative كلمة relative لما نطلع على عنوان شوي أنا بحب أن نحل العنوان قبل ما نفوت في الدرس نفسه لأنه تحليل العنوان وفهم العنوان بساعدة لفهم الدرس لما تكي relative pronouns relative إجت من كلمة إيش relate when you relate two things لما أنت to relate إيش يعني relate؟ معناها يربط relate معناها يربط relative انتهت بive يعني الصفة منها من يربط رابط أوكي؟ فإحنا بنحكي pronoun زي ضمائر ضمائر الربط أو ضمائر الوصل أوكي؟ لما يحكي ضمائر الربط أو ضمائر الوصل معنات وظيفتها في اللغة إنها تربط أو توصل طب تربط إيش بإيش؟ أو توصل إيش بإيش؟ Of course بدنا نربط جملة في جملة نوصل عبارة في عبارة أو جملة في جملة فضمائر الربط أو الوصل relative pronouns الوصل بيجوا بين جملتين عشان يوصلوا بينهم تمام؟ بحكي أنا جملة معينة وبدأ أعطي معلومة زيادة عن هاي الجملة باستخدم ضمائر الربط أو ضمائر الوصل تمام يا جماعة الخير؟ سهلة نشوف شو مضمائر الربط أو ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية عنا بتذكروا أنت لما تيجي تسأل تعمل WH question اللي هو سؤال بيبلش بكلمة WH تمام؟ وأشهر عليه مثالي هو What is your name؟ What؟ You see؟ Where are you؟ وينك أنت؟ كذلك بنعرف هذا السؤال Where are you؟ صح ولا لا؟ وينك أنت؟ So where are you؟ بيبلش where؟ طيب Why؟ كثير من النساء بعض Why؟ Why are you doing this؟ ليش أنت بتعمل هيك؟ صح؟ بلشنا بWhy؟ هذول اللي لما نيجي نستخدمهم اللي هو الWH words في الإنجليز لما نيجي نستخدمهم في بداية الجمل هذول بكونوا أسئلة لكن هم هم نفسهم هم هم وزيد عليهم الذات هم هم نفسهم وزيد عليهم الذات هذول هم ضمار الوصل طلع عليهم Who؟ لما يجي نستخدمها في السؤال معناها من؟ صح؟ طيب هم؟ لما يجي نستخدمها في السؤال برضو معناها من؟ طيب which؟ معناها أي ذات أي ذات ضمير وصل ما نستخدمها في الأسئلة When؟ معناها متى؟ كلنا لما تيجي سأل أي واحد شو معناه وين؟ بيقولك متى؟ طيب where؟ معناها أين؟ الكل بعرف معناها أين؟ Why؟ معناها لماذا؟ والكل هيك بيعرف Who's؟ معناها لمن؟ Who's the spin؟ لمن؟ صح ولا لا؟ بس عندنا هنا في الدرس ما بدنا هذول المعاني هذول المعاني لما نستخدمهم بأننا نشكل فيهم سؤال لكن هم ما هستخدمهم للسؤال هم هستخدمهم عشان نربط من جملتين تمام؟ فبيتغير معناهم تغيرت الوظيفة فتغير المعنى تغيرت الوظيفة فتغير المعنى أركز وشوف Who بس تخدم عشان ربط من جملتين لما أتكلم أو أعطي معلومات عن شخص عاقل Okay? Who لما أجي أعطي معلومات عن شخص عاقل شو نختار الكولون؟ بدنا لون يكون واضحون يلا نأخذ الأحمر كونه لون محايد So Who لما نيجي نحكي عن شخص عاقل Okay؟ مثال عليه I like to live with someone who cleans his room after he finishes or after he leaves مرة ثانية I like to live with someone who cleans the room after leaving فأنا بحب أسكن مع حدا بنظف غرفته بس يطلع منها أو قبل ما يطلع منها مين يبدو ينظف؟ الشخص أنا حطيت هو بيناتهم صح ولا لا؟ فلما أحط هو بيناتهم بكون بتحدث عن الشخص بس ما له هذا الشخص بتحدث عنه كفاعل بتحدث عنه كفاعل All right؟ So Who أنا بستخدمها عشان أربط بين جملتين الجملة الثانية بتعطي معلومات عن الشخص في الجملة الأولى عن الفاعل في الجملة الأولى تمام؟ هم يعني هو صفت بمعنى الذي أوكي؟ هم زيها زي هو بالضبط لكن الفرق بين هو وهم إنه هو بستخدمها للعاقل في حالة الـ subject اللي هو الفاعل وهم بستخدمها برضو بمعنى الذي بستخدمها للعاقل في حالة إذا كنت أحكي عن الـ object اللي هو المفعول به طب كيف بدأ ميز بين هم؟ إذا إجاني فراغ بدأ حط هو ولا هم؟ مثلا بكل بساطة شو بيجي بعد الـ subject؟ في الجملة طبيعية شو بيجي verb؟ فإذا جاك بعد الفراغ verb بدك تحط هو طيب شو ممكن إذا كانت object شو بدأ يجيني بعد الفراغ؟ ما فيش وراها أي شي صح؟ فإذا كتبلش جملة جديدة إذا كتبلش جملة جديدة أعطيكو عليها مثال سوري، نأخذ المساحة اللي فوق أعطيكو عليها مثال كيف تفرقوا بينهم بشكل سريع لو حكيت I like to live نفس المثال with someone فراغ cleans إلى آخر المثال cleans his room after he finishes So I like to live with someone هاي الفراغ عندي هون بقولك حط اللي هو أو هم أول شي أنا قاب بحكي عن سمون فهو عاقل بدأ تكون هو أو هم صح ولا لا؟ حلو كثير بعدين باجي بتطلع شو بعد الفراغ؟ cleans cleans فعل فلما يكون في عندي فعل شو بيجي قبل الفعل؟ فاعل فهذا الضمير اللي أنا بدي أستخدمه بدي أستخدمه بمكان فاعل شو الضمير اللي بأستخدمه بمكان فاعل؟ هو تمام؟ فهو بحط إيش؟ هو أوكي؟ مثال ثاني I want to sit with someone فراغ I can talk to يعني أنا بدي أقعد مع حدا اللي أقدر أحكي معه أوكي؟ I want to sit with someone I can talk to باجي بتطلع بحكي عن someone معناته عن شخص person عاقل تمام؟ فبدأ تكون هو أو هم حيلو كثير بعدين باجي بتطلع على الفراغ شو بعد الفراغ يجي عندي؟ يجي عندي I هل هاي فعل؟ لا مش فعل لما تكون مش فعل subject مرة ثانية معناته الجملة الأولى انتهت وبلشت جملة ثانية أنا صح ولا لا؟ فشو بدي يجيب آخر الجملة البسيطة يا جماعة أخير؟ object فشو الضمير الوسط اللي بنستخدمه عشان الobject؟ هو هوم وهاي هوم تمام؟ that's it it's easy it's easy to differentiate between them يعني سهل عشان نفرق بيناتهم بس هاي قصة اللي هي الهو والهوم نستمر بشكل سريع الآن which زيها which زيها زي هو زي هوم لكن which إحنا بنستخدمها لأشياء غير العاقل أوكي؟ لغير العاقل الأشياء things all right that برضو which بمعنى الذي لكن لي غير العاقل الذي لكن لي غير العاقل that بنستخدمها لأ people and things للعاقل أو لغير العاقل وإحنا بالعادي بنستخدمها في مكان هو أو في مكان which خلي بالك that ما بتيجي في مكان هوم نهائياً بتيجي في مكان هو أو في مكان which اللي هي كلمة that أوكي؟ يعني هون بالفراغ الأول بقدر أحض that بدل who I like to live with someone that cleans كبا 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 أوكي؟ وبرضو بفراغات اللي ممكن يجي فيها which بيجي فيها that فالذات انت بتستخدم مكان which برضو وين عن الزمان time الزمان لما بحك عن الزمان so for example مثلا عليها مثال 1990 is the year when I was born 1990 is the year when I was born يعني 1990 هي السلة التي ولدت بها أوكي؟ where عن المكان place أوكي؟ الزرقاء is where I was born الزرقاء is where I was born لأننا نقابع بحكي عن الزرقاء عن المكان alright where why السبب بيان السبب بيان السبب بيان السبب بيان السبب لذالك أنا وبختك مثلا أو لذالك أنا عاقبتك that's why I punished you فأنا ببين سبب okay last one who's the position الليه الملكية who's the الملكية لما بده قول مثلا this is the girl whose father is a businessman this is the girl whose father you see this is the girl the girl whose whose father هذا أبو مين هذا في الجملة أبو البنت فأنا ملكت الأب للبنت باستخدام whose فبالطريقة هاي أحنا نستخدم الهوزة المكية طبعا لقدام رح تصير فيه لهم توضيح أكثر إن شاء الله تعالى مع الأمثلة مع أشياء ثانية إن شاء الله رح يصير لهم توضيح أكثر بإذن الله تعالى هيك يا جماعة الخير بنكون إحنا خلصنا قضية السبجكت كاملة مكملة وإن شاء الله إن كتكونوا فهمتوا الدرس اللي هو السبجكت من أول لآخره بضمائر بأنواع الضمائر كلها بالpersonal pronouns demonstrative pronouns و relative pronouns المرة الجاي إن شاء الله رح ينبلش به الverbs وهو أهم درس في مرحلة التأسيس لأن كل اللعب في الجمل في اللغة الإنجليزية وبيان الجمل واختلافات الجمل من أولها إلى آخرها باختلاف الverb اللي هو الفعل فالمرة الجاي تابعوني وركزوا معنا في الدرس الجاي إن شاء الله نرجو لكم التوفيق والسلام عليكم اشتركوا في القناة